متابعي قناة Info Take For You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي أحسن حال معيكم مروة سليمان وفيديو جديد ان شاء الله النهاردة هنتكلم فيه عن نموذج صيني جديد وهذا النموذج مصمم للفيجن أو للرؤية النموذج ده من شركة ZAI أو منصة ZAI هذا النموذج مفتوح المصدر الاسم مش هيكون غريب عليكم لأن احنا تكلمنا في فيديو سابق من فترة صغيرة جدا عن نموذج GLM 4.5 وجربناه بشكل عملي وشفنا قدقي النموذج ده جيد جدا بالنسبة لنموذج مفتوح المصدر النهاردة برضو النموذج اللي هنتكلم عليه هو نموذج مفتوح المصدر ولكن خاص بالرؤية بيقدر يتعامل مع الصور بيقدر يتعامل مع الفيديو هنشوف دلوقتي إمكانيات هذا النموذج ولكن دعونا في الأول نقول أن النموذج الصينية في الفترة الأخيرة بقت كتير جدا وأكيد يعني كلنا متفقين أن ما فيش نموذج أقوى من نموذج DeepSeek R1 ويعني ده اللي خلينا لحد دلوقتي منتظرين R2 لأن احنا معتقدين أن R2 لما هينزل هيكون أقوى من R1 طبعا أتمنى أن هو ينزل في الفترة القادمة يعني أنا حاسة أن هو لسه قدامه شوية على ما ينزل لأن أعتقد أن هو عشان ينزل لازم يكون فوق التوقعات لأن أنا خدت بالي من حاجة مهمة جدا مع الشركات الصينية الشركات الصينية إلى حد كبير لما بتحب تنزل بنموذج بتحب تنزل بنموذج النموذج ده فعلا بيحقق ميزة تنفسية عن بعض النموذج الأخرى أو بيكون مميز عن النموذج الأخرى يعني مش بتعتمد قوي على موضوع البروباجندا فعلشان كده أنا أعتقد أن R2 هيكون حدث كبير وحيكون فيه ميزة تنفسية عالية فنتمنى إن شاء الله نشوف الكلام ده قريبا نرجع بقى لGLM 4.5 اللي هو النموذج القوي الخاص بالرؤية مفتوح المصدر الموجود دلوقتي على هاجنجفيس حط لك أيضا الرابط على هاجنجفيس أولا هذا النموذج بيتكون من 106 مليار برامتر بيستخدم تقنية الـ MOX اللي هي ميكتشر أوف إكسبرس أو مزيج الخبراء فكل مرة بيتم تفعيل 12 مليار برامتر فقط لكل إكسبرت أو لكل خبير أولا بيقدر يحل مهام معقدة بتشمل رسوم بيانية جداول مستندات وغيرها من خلال حاجة اسمها الـ Visual Reasoning تم تدريب هذا النموذج على 10 مليار زوج من الصور والنصوص بختارنها بعناية بيستخدم تقنية الـ Chain of Thoughts وبيعزز الأداء بتقنية الـ RLCS اللي هو التعلب المعزز ولكنه Advanced شوية بيستخدم في إيه؟ بيستخدم في إنه يفهم المستندات ويحلل الفيديوهات ويتعامل مع الـ GI وجهات المستخدم يحلل البيانات ورسوم البيانية وكمان بيعالج ملفات الـ PDF وأيضا بيستخدم فيه البرمجة وتوليد الكود الموضة التشغيلة اللي موودة فيه في وضعين وضع Thinking Mode ووضع Non-Thinking Mode إحنا عارفيني Thinking Mode بيحل المشكلة خطوة بخطوة وبيبين لك خطوات التفكير بعض الناس بتحب تشوف نموذج بيشتغل إزاي؟ أو الخطوات اللي هو اتبعها وبيكون مثالي هذا الوضع فيه البرمجة وأيضا الرياضيات أما بالنسبة لي Non-Thinking Mode بيكون طبعا أسرع كتير الإجابات بتاعته مباشرة ومجازة ممكن يكون أقل دقة أحيانا وبيكون مناسب أكتر للأسئلة السريعة أو لو عايز تحصل على حقائق مباشرة بيدهالك على طول وإنت بتفعل Non-Think فيه إمكانية ده من خلال المنصة طبعا هو متاح على الهاجينج فيس ده ما قلت لك وإحنا نهاردة هنجربه من خلال المنصة الرئيسية وأوزان النموذج موجودة على هاجينج فيس وطبعا بسبب حجمه صعب أن انت تشغله محليا حاليا هما بيوعدوا قريبا بنسخة ممكن ينفع أن هي تشتغل محليا عندك على الجهاز يلا بنا نجرب هذا النموذج ونشوف إمكانياته ورجعنا لكم مرة تانية على منصة Z.AI هنبتدي نحنا نروح نختار نموذج اللي احنا هنتكلم عنه هو وجنبه مكتوب نيو زي ما انتم شايفين وهو مناسب للفجول أندرستاندينج أند أناليسيز وحتلاقي حيظهر معي أربع استخدامات زي ما احنا شايفين ما هذه الاستخدامات أول استخدام اللي هو الديوغرافي جس هو أداة لتخمين المواقع الجغرافية أو تحليل الصور أو الخرايط عندك جنبه على طول الفيجول بوزيشنينج وهي أداة لتحديد المواقع بصريا أو التعرف على الأشياء من خلال الصور بعد كده عندك الويب بيج ريبليكيشن وهي أداة لنسخة أو إعادة إنشاء صفحة ويب تكون بالHTML وCSS وJavaScript أيضا الفيديو أندرستاندينج هي أداة لفهم محتوى الفيديو استخراج ملخص والتعرف على مشاهد أو شرح فيه هنا عندك الأوتو ثينك ممكن أنت تعمله إنيبل وممكن تدوس عليه وتقول أنه ثينك مش عايز الإنيبل وعرفنا الفرق ما بين الاثنين احنا أقول لك الكلام ده في الأول إمتى تستخدم الأوتو ثينك وإمتى ما تستخدمش الأوتو ثينك أنا هفعل الأوتو ثينك وهبتدي إن أنا أول حاجة أبتدي إن أنا أرفع له شارت صورة وطبعا لو وقفت هنا هتلاقي إن هو بيدعم الجي بي جي والبي أنجي والجي بي إي جي بالنسبة للصور والماكسيمم خمسين ميجا بايت بالنسبة لحجم الصورة بالنسبة للفيديوهات الماكسيمم 200 ميجا بايت وبالنسبة للدوكمنس المستندات بيدعم البي دي أف والبي بي تي أكس العروض التقزيمية وأيضا الديوكمنس الورد ولكن يكون الماكسيمم برضو لكل ملف هيكون خمسين ميجا بايت أنا هنا ابتدت أن أرفع الصورة لي عبارة عن شارت لي أعتقد شركة أبل وينا حقوله اكسيب لين in Arabic this image أنا عايزة أختبر الرؤية الفهم البصري لصورة أو شارت تفاصيل كتير هبتدي أدوس enter وتعالي نشوف هيشتغل إزاي طبعا أنا فعالة وضع think فهيبتدي يفكر زي ما احنا شايفين ومن الدروب داون لست دي بتشوف الطريقة بتاعت التفكير بتاعته وأنا شايف أنه فكر بسرعة بيقولي أن الصورة دي بتوضح مخطط لسعر سهم شركة أبل المدرج في بورسة كذا على مدار خمس سنوات والعملة وبيانات السوق الحالية والسعر الأخير في ساعات التداول إضافية وسعر الإغلاق والمخطط الزمني دا بيغصي الفترة من كام لكام وبيقولي الشاشة بتقدم البيانات من بوسط شبكة ايه والمخطط دا بيساعد المستثمرين على فهم أداء السهم عبر الزمن والتجاهاته الحالية تعالي نبص كده على الشورت هو دا الشورت يعني أنا رفعت له الشورت هو على طول أعطاني التفاصيل اللي انت شايفها قدامك دي في عندك كمان الويب بيج ريبليكيشن الويب بيج ريبليكيشن اللي هو بيعملك يعني نسخة أو بيديك شكل لي الويب بيج اللي انت عايزها الجزء المتعلق بالUI مثلاً مثال من الأمثلة اللي هو أعطيها دي بليز جنريت هاي كواليتي ممكن انت ترفعله فيديو هرفعله فيديو كده صغير الفيديو دا حجمه 68.6 ميجا بايت واخد بالك هو بيسابورت لحد 200 ميجا بايت بالنسبة لي الفيديو ممكن ان انا اسأله اي حاجة عن الفيديو دا بعد كده هبتدي ان انا اقول له اديني ملخص عن ما ورد في هذا الفيديو المفروض ان انا على عمل الفيديو فانعرف ايه اللي موجود جواه فحشوف ازاي حاديني ملخص للي موجود جواه الفيديو دا وبعد كده هبتدي ادوس انتر ونشوف الفيديو مدته خمس دقائي 58 ثانية طبعاً هياخد وقته في ان هو يفهم الفيديو عشان يقدر اديني ملخص لي هنا بيقول لي ان الفيديو بيوضح تجربة استخدام تطبيق جروك ويبرز قدراته التعددة والتي تشمل التواصل بلغات متعددة المستخدم بيستخدم جروك باللغة العربية لطلب تلخيص محتوى مستند بي دي اف ويقدم جروك استجابة مفصلة ومترجمة المستخدم اللي هو الشخص اللي بيشرح يعني جوا الفيديو انشاء محتوى برمجي يطلب المستخدم من جروك كتابة كود لانشاء لوحة مفاتيح بيان وافتراضية ويتم توليد الكود واللي بيشتغل مباشرة في المتصفح انشاء الصور يطلب المستخدم رسم صور لاحتفال شهر رمضان اللي اتفرج على الفيديو بتاع جروك هيعرف ان الكلام اللي هو كاتبه ده كله صح وكل الامثلة اللي استخدمتها في الفيديو مزبوطة تحرير الصور بيرفع المستخدم صور ويطلب تغيير في خلفيتها وفعلا طلبت تغيير الخلفية ويحول المشهد من ليل الى صباح عرض الميزات يوضح الفيديو وجهة جروك الاساسية وقائمة بيرسوناز التي تتيح اختيار المطبخ تلفة للإجابة في الجزء المتعلق بالصوت باختصار الفيديو يبرز جروك كأداة باكية متكاملة يمكنها التفاعل بلغات متعددة البرمجة والتصفيم وتحرير المحتوى فانا شايفة ان النتيجة كانت جيدة وزي ما قلتلكم اللي اتفرج على هذا الفيديو حيعرف ما هو التناول كل الحاجات اللي انا شرحتها جوه الفيديو قدرته بقى على فهم الاماكن الجغرافية حبتدي هنا اديره صورة الصورة دي انا معرفش فعلا حقيقي المكان ده فين وحبتدي ان انا اقول له اين يوجد مثلا المكان في الصورة فهنا حبتدي دوس انتر حيقول لي صورة تظهر شلال نهر يجرى ويقع على الحدود ما بين كندا والوية المتحدة وقادي الصورة الخاصة به هذا الشلال ممكن نختبر قدرته في حاجة اصعب شوية حبتدي ادي له صورة هنا حقول للصورة المرفقة مقسمة الى صورتين اعطيني الفرقات بين الصورتين وحشغل وضع طبعا التفكير زي ما احنا شايفين دول صورتين والصورتين دول فيهم فرقات على الرغب انها تباين ان هي صورة واحدة فانا هختبر هنا قدرته على فهم الصورة كويس اوه هشوف هقدر يطلع الفرقات البسيطة ولا لا هنا بيقول لي السفينة الرئيسية هو مسك السفينة الرئيسية في الصورة اليسرى السفينة تتحرك بصرع اكبر ويزر مصار طويل ومميز للرياح خلفها في الصورة اليمنى السفينة تتحرك بصرع اقل ومصار الرياح خلفها اكثر وغير واضح الجزء ده لو احنا رجعنا كده للصورة يمكن هو مقصود بالجزء ده انا شايفي السفينة في جهة اليسر بتتحرك بصرع اكبر فممكن يكون قصد الجزء ده الخاص بالحركة في المية ولد نتيجة الحركة والرياح والتجاه الرياح فيه سفينة هنا زي ما احنا شايفين موجودة في جهة اليمنى والجهة اليسرى في جهة اليمنى فيه سفينة قريبة من هذه السفينة وقريبة ايضا من السفينة الرئيسية تعالى كده نبص على اللي كاتبه الصورة اليسرى بتحتوي على سفينة صغيرة واحدة فقط في الجزء العلوي الايصر من البحيرة والصورة اليمنى تحتوي على سفينة صغيرة اضافية بالقرب من السفينة الرئيسية بإضافة الى السفينة اللي موجودة في الصورة اليسرى وباصل على الحاجات الصغيرة دي على انها عناصر اضافية يعني لو احنا رجعنا كده هنا بيقولك فيه اختلاف طفيف في مواقع بعض العناصر الصغيرة حول منطقة دار اوبرا سيدني أعتقد أنه هو هنا مقصود بالعناصر الصغيرة دي الحاجات الصغيرة دي هو شايفها حاجات عناصر صغيرة بأي برضو فيه موضوع أنه هو يجيب الاختلافات الصغيرة قوي قوي لسه قدامه حابة يعني هنا هنشوفه مع ملفات البي دي اف أنا هنا رفعت له بي دي اف ونقوم بإعطائي تلخيص ولكن تلخيص مفصل لأهم ما جاء في الملف المرفق وعايزة دهولي بالعربية الملف اللي أنا رفعه ده بي دي اف باللغة الإنجليزية فهنا هبتدي أن أنا دوس انتر وفعله طبعا وضع thinking ده الملف الأساسي هيكون فيه زي رسم توضيحي هيكون فيه table هنا أعطاني تلخيص مفصل لأهم ما جاء في الملف المقال بعنوان understanding customer response to AI driven وترجمها باللغة العربية فيه مردود الفعل الخاصة بالعملاء اتجاه الرحلات الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي هنا رحلة التسويق لمنتج ما يعني المقصود بيها هنا الجزء المتعلق به advertising تأثير الذكاء الاصطناعي على تجارب العملة من خلال تحليل تصورهم داخل الإعلانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي هنا المنهجية طريقة البحث اللي هي دراسة نوعية باستخدام مقالات شبه منظمة عينة الدراسة عشية مشارك من خلفيات جغرافية وديمغرافية متنوعة الهدف استكشاف كيفية تأثير التوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على رحلة العميل عبر اكتشاف المنتج بشكل عام يعني لحد ما يتحول لي الموقع ويبتدي يشتري النتائج الرئيسية والنقاش والأخلاقيات والمساهمات وعطاني الخلاصة أن المقال بيؤكد على أهمية التوازن ما بين التخصيص والسيطرة في رحلات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي وعطاني الموضوع زي ما احنا شايفين تلخيص مفصل وباللغة العربية حانا اكتفي النهاردة بهذه الأمثلة أتمنى أن انتم تجربوا GLM 4.5V وتقولوا لي جربتوا في ايه وإيه خبرتكم في التعامل معاه بحب جدا أسمع رأيكم وتجاربكم في التعليقات وباستفيد جدا منها أشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة InfoTech4U زي ما أقول لكم في نهاية كل فيديو منسوش دعمونا باللايك وشير والكومنت لو كنتم من متابعين الأعزاء ولو كنتم بتشوفنا الأول مرة منساش تعمل سبسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته